في عرض هذه القضايا المهمة واللي الحقيقة هي قضايا آنية متعلقة بكثير مما يحاق أو أنه يشار به إلى دين الله بأنه دين عدواني أو إرهابي لكن الحقيقة هناك مضامين وقضايا مهمة لابد من الإشارة إليها ولو في شيء من العجالة دون إسهاب في التفصيل فيها لكن محاولة إلى إلقاء الضوء على بعض هذه المعاني المهمة في دين الله وإحنا النهاردة بنشير إلى معنى على ارتباط وثيق جدا بالمعنى وبالمضامين السابقة التي أخذناها في الحلقات الماضية وكذلك في حلقة الأمس تكلمنا عن الإسلام والسلم الاجتماعي وليوم نشير إلى هذه القضية أيضا المرتبطة بهذا المعنى وهي قضية الإسلام والتعايش الإنساني إذا كان هذا الدين الحنيف يرعى دائما أبدا ويحض الأتباع على ضرورة التعارف والتواد وإنه ده مبدأ من المبادئ المهمة ومقصد من المقاصد المهمة في دين الله سبحانه وتعالى فإذن القاعدة أو المعنى اللي أنا أصل إليه بطريقة طبيعية وتلقائية إنه لابد أن الناس تعيش مع بعض في سلام وأمن وأمان وإذن هذا الدين يعزز هذه المعاني بالحفاظ على معنى الأمن والأمان هذا الدين الذي يحض فيه القرآن الكريم على معنى مهم وهو هي قضية التعايش بين الناس من ذكر وأنسى والتعارف بين جميع المجتمعات والقبائل بكل الاختلافات اللي موجودة والتي هي معروفة ومعلومة في نسيج المجتمع الإنساني وبالتالي إذا كان هذا الدين العظيم يحض أتباعه على ضرورة التعايش السلمي فيما بينهم حتى مع وجود التعدد والاختلاف الخاص باللسان واللغة والإقليم والانتماءات والأفكار والعقائد يعني هذه التعددية يرعاها دين الإسلام وبالتالي إذا كان الإسلام يرعاها النتيجة الطبيعية أنه هيعزز من خلال الأحكام والآداب كل ما من شأنه يجعل الإنسان المسلم يحافظ على الآخر الذي يختلف معه ربما في دائرة أو اثنان وربما يختلف معه في أكثر من دوائر ربما تجمعه الحياة به كلها أو ببعضها دون بعض وبالتالي إذا كانت هذه القواعد المعروفة والمعلومة فكيف إحنا نتهم هذا الدين العظيم بأنه دين يحض على الإرهاب فلما أشوف مثل هذه المجموعات أو هذه الخرافات الفكرية الحقيقة بسميها خرافات فكرية وهذه الأفعال الهمجية أعرف أنه دي أفعال على طول بعيدة عن هذا الشرع وأنه هؤلاء يستعملوا من قبيل العدو من يؤمن بنظرية المؤامرة ومن لا يؤمن بنظرية المؤامرة لكنني أؤمن بأن ذلك إجرام وأن هؤلاء في الحقيقة يستعملون في أماكنهم بظواهر الآيات والأحاديث دون فهم دقيق للمعاني القرآنية ولمعاني السنة النبوية الصحيحة وما فيش لا مناهج علمية ولا تلمزة ولا قراءة ولا علم ولا أي شيء فبالتالي وجدنا هذا التهجم أولا على شرع الله وعلى النصوص الشرعية ثم هذا التهجم تهجم فكري وتهجم وهمجية ميدانية تبعت هذه الهمجية الفكرية ده شيء طبيعي لما أجي أنا أجد أنه القرآن الكريم يعزز هذه المعاني وتجد أنه القرآن يتكلم عن مطلق الناس في بعض الحقوق إحنا بنشير إلى بعض الإشارات فيقولوا وقولوا للناس حسنة فإذا كان هذا الدين العظيم يتكلم عن معنى الحوار والحديث مطلق الحديث ويندرك تحته كل أنواع الأحاديث وقولوا للناس حسنة دي يندرك تحتها الجار اللي جنبي ويندرك تحتها الرفيق اللي في الطريق ويندرك تحتها القريب ويندرك تحتها غير القريب ويندرك تحتها المسلم ويندرك تحتها غير المسلم الحقيقة أنه يندرك تحت هذا المعنى العظيم القرآني وقولوا للناس حسنة كل الأصناف وكل الأطياف وكل أصحاب المذاهب وكل أصحاب المعتقدات وكل الأنواع وكل الأجناس إذن هذا الدين لأنه دين عالمي وواقعي لا يخاطب الإنسان بالانعزال أو أنه لما بنتكلم عن الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي معناه أن الناس تفهم أن المجتمع الإسلامي يحيى في عزلة لا المجتمع الإسلامي يحيى في مجتمع إنساني بل هو جزء من هذا النسيج بل جعل الحق سبحانه وتعالى ملخص رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بل المعنى العظيم من باب الرحمة العظيم حضرة النبي عليه الصلاة والسلام هي الرحمة هو الرحمة المهدى للخلق أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كثير يردد هذه الآية لكن هل نحن نغوص في معاني هذه الآية الكريمة قليلة الكلمات عميقة المعاني الحقيقة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي أن الرحمة التي حملها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة لا تقتصر فقط على هؤلاء الأتباع لهذا الدين إنما الحقيقة تشمل جميع الخلق ولا يمكن أن تكون هذه الرسالة بهذه الصفة العالمية إلا لو كانت تجعل المجتمع أو تحض ذلك المجتمع الإسلامي أن يكون جزء من هذا النسيج الإنساني نقرأ في فاتحة الكتاب الحمد لله إيه؟ رب العالمين رب العالمين فهذا المعنى الذي يؤكد على عالمية هذه الدعوة ولا نقصد على فكرة بمعنى كلمة عالمية الدعوة إنه أنت حتجيب الناس وتقهر الناس على الدخول في دين الله إنما أن المعنى ده أن هذا الدين يشمل الجميع من آمن واتبعه ومن خالف ذلك الدين رحمة الله سبحانه وتعالى تشمل الخلق أجمعين وشفنا في آيات القرآن الكريم ما يعزز ويؤكد قيمة الإحسان حتى أن معنى الإحسان شمل الحقيقة للجميع وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إلى نهاية قول الله تعالى فوجدنا أن الإحسان شمل جميع الخلق من مش هيكون الجار الجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب ابتدى بأعلى صلة تجمع الإنسان بأي إنسان علاقة الوالدين وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى فابتدى بالدوائر القريبة لأن الحق فيها آكد وبعد ذلك سلسل الأمر ودرجه إلى أن شمل جميع الخلق عشان كده ما نتعجبش أن إحنا لما نجد النبي عليه الصلاة والسلام عند دخوله وهجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وهو يضع أول دستور للمسلمين والمسمى بوثيقة المدينة أو كما أسماه البعض بدستور المدينة هذه الدولة حينما قامت على أساس رعاية الحقوق والواجبات أول دولة إسلامية قامت على مبدأ رعاية الحقوق والواجبات ولم تحفظ الحقوق فقط للمسلمين إنما راعت الحقوق للجميع فشملت الجميع وشملت الجميع برحمة هذا الدين فلما نجي نشوف النسيج اللي كان موجود في المدينة المنورة في ذلك الوقت مش هنتعجب إنه نتعجب بس من أصحاب العقول المريضة لكن نقول لهم ارجعوا تعلموا ويقروا ويدرسوا وصاحبوا أهل العلم والعرفان والأكابر من أهل الفضل والعلم عشان تعرفوا حلاوة هذا الدين وجمال هذا العلم العظيم لما حضرت النبي عليه الصلاة والسلام أول رسالة يقولها بس قبل كمان وثيقة المدينة وتبع أول حاجة يسمعها المهاجرين والأنصار من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في استفتاح هذه الدولة أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام مكارم أخلاقية مكارم إنسانية ترقى بالإنسان المؤمن وترقى بالمجتمع الذي ينتمي إليه الإنسان المؤمن هذا المجتمع اللي طبيعي لهذا التعدد المعروف إنه موجود حيبقى فيه مسلمين وغير مسلمين لكن النبي يقول أطعموا الطعام النبي يقول أفشوا السلام أفشوا السلام كلاما ومعنا هذا الدين الذي تحيته السلام والسلام اسم من أسماء الله فلما أنت بتلقي بتحية السلام تذكر ربك يعني لما أدخل على أهل بيتي وأقول السلام عليكم لما أحدث بالهاتف أقول السلام عليكم عشان البعض اللي بيت تريأ وهو يجهل قيمة هذه التحية التي هي شعار ومعنى أنت بتلقي أن تتنعش نفسك وقلبك بذكر الله ثم تجعل الآخرين يشاركوك في ذكر الله وبمعنى عظيم لو يتدبره الإنسان وهو يقوله ويردده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو شعار المسلمين وهو معنى يحضك هذا الدين على تفعيله وعلى تنشيطه وعلى إيجاد معانيه في المجتمع الذي تعيش فيه أيها الإنسان المسلم المؤمن حقا فلما النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذه المعاني في أول استهلال الدخول النبي للمدينة التي ستشهد أول قيام لدولة المسلمين والنبي يقول أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام كم أعمال الخير كم صنيع الخير صدر الخير أيها الإنسان المؤمن أنت لم تخلق لتحمل سلاحا أو لتعادي أو لتقتل بغير وجه حق أنت أيها الإنسان المؤمن خلقت لتعمق في النفوس معاني الرحمة بأن يجد الناس في أعينهم معاني الرحمة فيك مجسد فيك أيها الإنسان المؤمن أنت لم توجد في هذا الكون لتقتل وتذبح أنت لم تفقه معنى الخلافة في الأرض الخلافة بمنهج الله عملا لا تقتيلا وذبحا الخلافة بمنهج الله أن تقوم أيها الإنسان المؤمن وأن تطرع الله سبحانه وتعالى في جميع الخلق في غير المسلمين قبل المسلمين هذه المعاني التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحس النفوس على يحس النفوس على استثارتها في الأذهان ثم تقوم هذه النفوس المخلصة بتطبيقها في هذا العالم ولذلك النبي أكد على هذه المعاني الأخلاقية ثم يأتي بعد ذلك قمة التأكيد من قبل الدولة التي كانت تؤسس في ذلك الوقت النبي ينصح ويمارس عمل الدعوي ثم كذلك الدعوي الخاص بكونه نبي آخر هذا الزمان ثم كذلك يقوم بمهامه كرئيس للدولة في ذلك الوقت بوضع الدستور الذي يحفظ للجميع حقوقهم لغير المسلمين قبل المسلمين فتدخل المدينة أو تدخل وقتها يسرب قبل أن تسمى بالمدينة المنورة فتجد أطيافاً وأنواعاً من الناس تجد المهاجرين جماعاً لسبوا مكة وهجروا كل شيء لله تعالى إلى المدينة المنورة وما تركوش بلدهم عشان هم عايزين يسيبوا مكة إنما لما اشتد التعذيب والتنكيل بالمسلمين أمروا بالهجرة وبالتالي بعد كده لما انتقلوا إلى المدينة المنورة وكان الأنصار كان بقى اليسربيين دول أو من اليسربيين الأوسو والخزرج وكان منهم وسنيين وكان منهم قبائل من اليهود وكانوا أطياف وعشائر وقبائل وكان من ضمنهم المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام يضع هذا الدستور العظيم الذي ينظم الحقوق والواجبات ويسمي الجميع أمة أمة من دون الناس يعني أمة من الأمم الإنسانية وهذه الأمة لابد لكي تسير في هذا النسق الإنساني واللي معاها بتبدأ الدولة أولى أساسات وجودها بوجود مبدأ صيانة الحقوق والواجبات ترعى فيه جميع الحقوق لغير المسلمين قبل المسلمين إذن الناس دي هؤلاء الحقيقة اللي محتاجين زي ما هرجعتاني أقول يقروا ويتعلموا عشان يشوفوا كيف كان هذا الدين عظيما وهو عظيم وسيظل عظيم لكن لابد من تركيز على هذه القضايا والمضامين المهمة إصارة هذه المواضيع الموضوعات اللي في الحقيقة لما بتيجي تتكلم عن التعددية وعن رعاية الإسلام لمبدأ التعايش والتعدد معنى التعايش إنه الإنسان ده جزء من هذا النسيج النبي قالها كلكم لآدم وآدم ومن تراب يعني ما أنتش جاي من كوكب تاني ولا الناس اللي معاك دي جاي من حتة تانية ده أنتو كلكم لأب واحد وأم واحدة يبقى واجب على الجميع إنه يحترم الاختلاف مع الآخر وبعدين أنت بتشوف هذا التنوع وهذا الاختلاف حكمة إلهية عظيمة أرادها الله سبحانه وتعالى بالخلق وده لكمال العمران وللوصول إلى الكمال الإنساني وهي حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى لابد الإنسان أن يذعن وأن يقيم منهج الله سبحانه وتعالى كما يحب وكما يرضى ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الأمور كلها سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر